شارك أعضاء الشعب البرلماني في اجتماع الجمعية العامة 37 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد أعماله في سانت بوتروسبرغ بروسيا الاتحادية في عدد من الاجتماعات الهامة والمتعلقة بالجمعية البرلمانية الأسيوية ومنتدى النساء البرلمانيات إضافة إلى الاجتماع التنسيقي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال مشاركته في الاجتماع التنسيقي للجمعية البرلمانية الأسوية أكر سعى سيد جمال محمد فخرو أن أبو الأول لرئيس مجلس الشورى وأعضاء وفد الشعبة البرلمانية رغبة مملكة البحرين وتصميمها على تعزيز التعاون مع الدول آسيا والإسهام في الجهود الإقليمية والعالمية التي تهدف لتعزيز ثقافة السلام وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وخلال الاجتماع جرى تبني موقف موحد حول البنود الطارئة المطروحة على جدل أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي كما شارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع منتدى النساء البرلمانيات حيث أكلت سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى وسعالة النائبة دكتورة جميلة سماك عضو مجلس النواب وسعالة الدكتورة سوسا حاجي عضو مجلس الشورى أنا مملكة البحرين خطت بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى والتزام الحكومة الراشدة خطوات رائدة في مجال تمكين المرات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمية قدراتها وتفعيل مشاركاتها في بناء وتطوير المجتمع والدولة من خلال مجموعة من البرامج والتشريعات والخطوات التي أسهمت في تعزيز دور المرأة البحرينية إلى ذلك شارك سعادة النائب محمد الجودر وسعادة النائب عاد الحميد في الاجتماع الذي عقده اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتدارس عدم القضايا التي ستتناولها اجتماعات الاتحاد البراماني الدولي حيث بينا أن الاجتماع أكد على ضرورة تفعيل العمل البراماني الإسلامي بما يحقق تضلعات وأمال الشعوب الإسلامية وحل قضاياها المختلفة وعلى رأسها وضع حد للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجا في مينمار إضافة إلى مناقشة تبني موقف موحد بشأن ترشيح رئيس الاتحاد البراماني الدولي بحيث يسهم في تبني ودعم القضايا الإسلامية التي تطرح في الاجتماعات البراماني الدولي ترجمة نانسي قنقر